وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن الحكم بإعدام الصحفي الكبير يحيى عبد الرقيب الجبيحي يمثل أعلى درجات الانتهاك ويعتبر فضيحة مدوية لميليشيا الحوثي والمخلوع الإجرامية وتأكيد على وحشية هذه الميليشيا ورغبتها العارمة في تصفية كل المخالفين لها بالرأي وأدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات هذا الحكم وأكدت أنها لا تعترف به مطلقا بل وتحذر من تداعيات هذا الحكم وتؤكد أن إصدار حكم بمثل هذه البشعة على صحفي يعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيا من اختطافه واعتقاله دون أي مبرر وطالبت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الدولية والمحلية وحقوق الإنسان بالوقوف في وجه هذا الصلف والإجرام الميليشيوي البشعة